أعلن اليوم في العقبة عن افتتاح ثلاثة مشاريع في المجمع الصناعي لشركة الفوسفات خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ولقائه أعضاء مجلس إدارة الشركة أولى هذه المشاريع محطة الكهرباء الجديدة في المجمع الصناعي في العقبة التي تغذي مجمع الأسمدة بالطاقة الكهربائية إذ جرى استبدال المحطة القديمة التي أنشئت في الثمانينيات بنظام كهربائي ذي قدرة عالية ومواصفات عالمية ونظام مؤتمة يضمن معايير السلامة لدعم وتطوير القطاع الصناعي المشروع الثاني لتأهيل خزانات حامض الفوسفوريك والثالث وحدة تعبئة فلورايد الألمنيوم الأوتماتيكية في المجمع الصناعي في العقبة وهذان المشروعان يهدفان إلى زيادة الطاقة التخزينية من حامض الفوسفوريك وتعزيز منظومة السلامة العامة وخلال جولته في العقبة تفقد الخصون مشروع تخضير جبل الجبس في المجمع الصناعي الذي يراد منه تحويل المنطقة الجنوبية إلى منطقة صديقة للبيئة ونقطة جذب ومتنزه عام عبر زراعة عشرة ألاف شجرة حرجية ومثمرة على امتداد مئة دونوم وخلال لقاء رئيس الوزراء مع عضاء مجلس إدارة الفوسفات أكدت ضرورة تعظيم القيمة المضافة للفوسفات ورفع إجراءات السلامة العامة في المجمع الصناعي والموانئ في العقبة عند التعامل مع المواد الخطرة لضمان سلامة المواطنين والعاملين والمنشآت تعظيم القيمة المضافة من خلال الابتعاد إلى القدر المستطاع عن التركيز على التصدير فقط على الخام والتركيز أكثر على الصناعات المرتبطة الصناعات التفصيلية المرتبطة بتعزيز القيمة المضافة من صناعات أسمدة إلى عناصر مرتبطة بالتصنيع الدوائي بلا غيرها فيما يتعلق بالفوسفات فيما يتعلق بالبوتاس يجب ويتعين أن تكون مواصفاتنا متسقة ومنسجمة من معايير السلامة المرتبطة بالتعاطي مع قضايا تتعلق بظواهر طبيعية مثل الزلازل مثل الأمن وكودات الزلازل فهذه يتعين أن تكون لدينا خارطة طريق عاجلة وطارئة للتعامل معها